تأمنات عسكرية من وحدات الجيش الوطني لمحوري سرط والجفرة وذلك تحسبا لأي هجوم عليهما أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني متأهبة لصد أي هجوم قد يقوم به الغزو التركي وميليشيات السراج على هذين المحورين حيث صرح المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن مناطق غرب السرط والجفرة مؤمنة بشكل كامل وتعكس هذه التأمنات ما قامت به الوحدات الأمنية من تأمين داخل المدينتين التي كانت تشهدات رديا في الوضع الأمني أبان سيطرة ميليشيات السخيرات عليهما انعكسات تتجسد أبعادها في إعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينتين بعد بسط الجيش الوطني السيطرة عليهما استنفار عسكري كبير وتأهبات قصوى لمواجهة أي عدوان خاصة وأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أكد بأن الجيش الوطني سيحارب حتى يطرد الغزو التركي ومرتزقته من كامل تراب الوطن